شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز تبادل الأراء بين الجانبين فيما يخص تطبيق المبادئ المصرفية الرقابية الدولية كما يتم بموجبها العمل على إقامة حوار ثنائي بين البنكين المركزيين فيما يخص الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطاع المصرفي وتبادل الخبرات والمعلومات العامة المتعلقة بالتعديلات والتطورات في القوانين واللوائح المصرفية